للحديث عن تصاعد الصراع الروسي الغربي ونذر الحرب في أوكرانيا معنا من موسكو عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجيا مرحبا بك أستاذ ديمتري البيت الأبيض يكشف عن لقاء بين رئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي لمناقشة ما وصفه بالعدوان الروسي المستمر على أوكرانيا إلى أي مدى تعتقد أن موسكو جادة بالفعل بالبدء بغزو ضد كييف؟ يعني أولا لا توقع بأن سوف يكون هناك غزو للكييف هذا سوف لن يفيد روسيا ولا يفيد الاقتصاد الروسي نحن نعرف بأن أي هجوم من قبل الروس على أوكرانيا سوف يدمر الاقتصاد الروسي وسوف يتم فرض المزيد من العقوبات وسوف يتم قطع روسيا على نظام البنك الدولي فهذا الشيء غير مفيد حاليا لروسيا وتصحات الفاكمين وسياسين الروس بأن الهجوم على أوكرانيا هو مستحيل وغير وارد حاليا هي فقط تدريبات في الداخل الروسي وروسيا تستطيع أن يكون لها تدريبات في هذه المنطقة وهو فقط أيضا كاستعراض قوة حتى الآن لا توقع المحلسين لا توقعون تشوف حرب مباشرة بين الطرفين يمكن أن يحدث هناك دعم للانفصالين في منطقة دونباس والوغانسك الذين هم مدعومين من الكريملل ومن الطرف الروسي يمكن أن يدعمهم بالسلاح ويمكن أن يحدث هناك حرب يعني بين الانفصالين وكييف ولكن بين الجيش الروسي والأكراني هذا غير وارد يعني حتى الآن هذا مستحيل وهذا يمكن أن يحدث ولكن لا توقع بأن في الوقت الحالي لأن الكريملل يفهم بأن هذه الحرب هي حرب لن تتهي وهي مضرة لروسيا أستاذ ديمتري بريطانيا تتهم روسيا بالسعي لتنصيب رئيس موال لها في كييف يعني موال لروسيا إلى أين ماذا تعتقد أن موسكو قادر فعلا على ذلك روسيا بالفعل يعني في الماضي دعمت الرئيس الصادق يعني وكانت عندما حدثت هناك تباهرات واحتجاد ضد الرئيس الصادق دعمت رئيس الصادق وحتى هو الآن موجود في روسيا ويمكن أن يحدث هذا الشيء يعني إذا حدث شيء ما في كييف أو حدث انقلاب أو حدث نوع من التغيير السياسي في أوكرانيا أو خدوث مواجهة بين أنصار الرئيس الصادق والحكومة الحالية أو يعني الحزاب السياسي المختلفة في داخل كييف يمكن أن تستفيد موسكو والكريملين من هذه الأحداث لكي يعني يدعم الرئيس الصادق ويدور في الحكم هذا ممكن وارث وحتى هناك شخصيات حاليا موجودة في الحكومة الأوكرانية التي تدعم الكريملين وتدعم سياسات الكريملين وتريد أن يكون هناك سلام مع روسيا وتريد أن يكون هناك يعني دور أكبر لروسيا في أوكرانيا فلذلك يعني هذا وارث ولكن يعني هذا فقط إذا حدث شيء ما في داخل كييف أو في داخل الأوكراني في هذا الوضع يمكن أن تستفيد روسيا والحكومة الروسية من هذا الوضع لكي تضع شخصية معينة تكون قريبة لسياسات الكريملين في هذه المنطقة طيب أستاذ ديمتري يعني ما مدى خطورة أن تتهم بريطانيا روسيا هذا الاتهام روسيا أو يعني أولا بريطانيا دائما تتهم روسيا وحتى يعني نحن نعرف بأن كان هناك يعني محاولة تسميم في بريطانيا ولكن يعني هذه الاتهامات لا تغير أي شيء لا تغير سياسات روسيا الخارجية تجاه قضايا مختلفة ويعني روسيا لا توقع بأن الكريملين في ينظر الاتهامات التي يتهمها الاتحاد الأوروبي أو حيث الشمال الأطلس أو الولايات المتحدة الأمريكية يعني نحن نعرف بأن الغرب دائما يتهم روسيا ولكن حتى الآن هذه الاتهامات لا تغير من سياسات الكريملين ولا تغير سياسات خارجية ودارة خارجية روسية تجاه القضايا المختلفة تجاه أوكرانيا وتجاه الوضع في الشرق الأوسط وتجاه القضايا العالقة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية طيب سيد ديمتري يعني بعد الدعم الأمريكي لأوكرانيا ما احتمالات استخدام روسيا الغاز ورقة للضغط على أوروبا يمكن أن تستخدم روسيا المالفات للنفط والغاز ضد أوروبا يعني استخدمتهم في الماضي وحتى الآن مثلا رئيس البلاروسي لوكاشنكو أيضا استخدم هذه الورقة لكونوا حليفة روسيا فليس غريبا تستخدم روسيا أداة ضغط استعمال مثلا قطع الغاز أو قطع النفط من أوروبا يعني روسيا دائما تستعمل أوراق كثيرة لديها ضد الاتحاد الأوروبي ملف اللاجئين وملف الغاز وملفات أخرى وهذا وارد طبعا وارد ليس غريبا تستعمل كريملا هذه الأدوات للضغط على الاتحاد الأوروب لكي يتغير ماذا ستفعل أوروبا بالمقابل لو افترضنا أن روسيا استخدمت فعلا ورقة الضغط على أوروبا وهي الغاز ماذا ستفعل أوروبا يمكن أن يحدث عدد أشياء أولا يمكن أن تقطع أوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن نظام البنك الدولي يمكن أن يكون هناك عقوبات على رجال أعمال وعلى شركات روسية أو تغلق الشركات الأوروبية مقراتها في روسيا وبذلك سيضر الاقتصاد الروسي وسوف يحدث ما حدث في 2014 عندما ضمت روسيا لشبه الجزيرة والقرمو كانت هناك أزمة اقتصادية كبيرة في الداخل الروسي نهار الاقتصاد الروسي 40% وكان أمناك الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو وهذا وارد طبعا إذا حدثت في المواجهة أو حدثت ضغط على الطرف الروسي يمكن أن يحدث أي شيء في المناطق المجاورة أو في الدول التي هناك دور روسي مهم في شرق الأوسط أو حتى في أوكرانيا يعني روسيا لديها ملفات كثيرة يمكن أن تحاول أن تستعملها لكي ترغط على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى أي ماذا ترى أستاذ ديمتري أن الموقف الأوروبي موحد فعلا وقادر على مواجهة موسكو يعني موقف الاتحاد الأوروبي هو حتى الآن ليس موحد يعني هناك دول الذين هم لا يترقون السياسات الأوروبي تجاه روسيا وبعض بعض الدول التي لديها مصور سلبانية يعني مثلا يتوافق الضغط على روسيا وترى بهذا لأن الضغط على روسيا لن يغير الموقف لن يغير السياسات أو موقف روسيا تجاه القضايا العالقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فسياسات أو موقف الاتحاد الأوروبي حتى الآن هي ليست وحدة فبعض الدول كما قلت يعني اتجاهها مختلفة وحتى هي تريد السلام مع روسيا فهذا الموقف هو موقف أيضا مخرج لأنه نحن نرى بأن الاتحاد الأوروبي يعني روسيا ترى بأن الاتحاد الأوروبي مجزة أو ليس لديه موقف واحد تجاه القضايا العالقة طيب يعني مع أن الشعب الأوكراني يؤكد دائما حقيته في تقرير مستقبله وهو هذا يعني الأمر الطبيعي لكل شعب الحق في تقرير مستقبله لماذا كل هذا الإسرار الروسي برأيك على الامساك بالقرار بأوكرانيا بهذا الشكل أولا نحن نعرف بأن الكريملين والحكومة الروسية الحالية هي من النظام السادق يعني رب الشخصيات مثل رئيسة روسيا قديمير بوتن هو جاء من مجلس الاتحاد السوفيتي ونجلسة مخابرات السوفيتي فليس غريب يعني أن يحاول أن يتجع إلى الماضي نحن نقلنا أوكرانيا كانت ضمن الاتحاد السوفيتي وحتى الآن روسيا الحالية يعني هي في الدستورة الروسية والتعديلات الدستورية الاتحاد السوفيتي يتابع الاتحاد السوفيتي فليس غريبا تحاول أن تهيمن روسيا بسياساته والكريملين بسياساته على الدول المجاورة والتي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي في الماضي ويحاول أن يسيطر على الموقف السياسي في داخل البلاد ويحاول أن يضع حكومة تابعة له في هذه الدول المجاورة لكي يستفيد من الوضع في هذه الدول رأينا في جورجيا عندما كانت هناك أحداث وحرب بين جورجيا وروسيا ورأينا في بيلاروسيا عندما كريملين دعم رئيس بيلاروسي لوكاشينكو في لحدات الاتحادة وأيضا في كازاخستان فكما قلت روسيا في سياساتها الحالية هي تحاول العوضة إلى الماضي وبناء اتحاد سوفيتي رقم 2 في الوضع الحالي وتحاول أن تضع روسيا وتبني روسيا كخطب ثاني في السياسات الدولية الكاتب والمحلل السياسي الروسي الأستاذ ديمتري بيجا شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف من موسكو